اشهر اليوم بمأرب المجلس التنسيقي للسلطات المحلية في ثمان محافظات غير محررة تضم امانة العاصمة واب والحديدة والمحويت وذمار وريمة وصعدة وعمران وفي حفل الاشهار قال رئيس المجلس التنسيقي اللواء هادي طرشان الوائلي محافظ صعدة ان قيام المجلس في الوقت الراهن يهدف الى تنسيق وتجميع وترتيب جهود المحافظات المعنية لدعم الجيش الوطني في جميع الجبهات بما يخدم الاسراع في تحرير المحافظات من قبضة منيش الحوث الانقلابية واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وضف الوائلي ان المجلس التنسيقي اعدى رؤى ومقترحات تتمحور حول التسريع في عملية الحسم وترتيب الجهود بما يخدم ابناء المحافظات المنضوية فيه وقال المحافظ الوائلي ان المجلس سيبذل المزيد من الجهود للتواصل المستمر او للتواصل المستمر مع القيادة السياسية وقيادة التحالف العربي لتعزيز التعاون والاسناد في مسيرة تحرير المحافظات المخطوفة من ايد الانقلابيين الحوثيين هذا المجلس التنسيقي كان طبعا هناك عدة لقاءات اخذنا فيها نتشاور نأخذ الاراء من هنا وهناك وكان الاجماع على ان يكون هذا المجلس التنسيقي لاجل توحيد الجهود ولاجل تنسيق الجهود والاجل ايضا تبادل الخبرات فيما بين هذه المحافظات واهم هدف في اهدافنا هو دعم الجيش الوطني والمقاومة في الجبهات في جميع الجبهات ايضا نحن نسير وفق توجيهات قيادتنا السياسية وايضا اهداف التحالف العربي الذي جاء من اجل اسقاط الانقلاب واعادة الشرعية فهذا هو هدفنا وهذا هو غرضنا من اقامة هذا المجلس التنسيقي الذي يضم هذه الثمان المحافظات ونحن ايضا ننتظر محافظات اخرى ان شاء الله تنضم لهذا المجلس اشتركوا في القناة